السلام عليكم أعزائي الطلاب هنتكلم على مقدمة في المعادلات التفاضلية Introduction to Ordinary Differential Equation لطلاب العلوم والهندسة والحاسب الوحدة الأولى تحتوي تصنيف المعادلات التفاضلية حل المعادلات التفاضلية العادية حسف السوابت ومن ثم تكوين المعادلات التفاضلية مفاهيم أساسية ما زالت المعادلات التفاضلية منذ عهد نيوتن تستخدم في فهم العلوم الفيزيائية والهندسية والحيوية بالإضافة إلى مساهمتها في دراسة التحليل الرياضي نسمى يمكن القول دون تجاوز أو مبالغة أن المعادلات التفاضلية يمتد تأسيرها ليشمل العديد من العلوم الطبية والاجتماعية مثل علم النفس والاجتماع والاقتصاد حيث أن أغلب العلاقات والقوانين الحاكمة بين متغيارات أي مسألة هندسية أو فيزيائية تظهر على شكل أو على صورة معادلة التفاضلية لفهم هذه المسائل كان لابد من حل المعادلات التفاضلية وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في هذا المقارن كان اهتمامنا هنا أن نقلل من البراهين والإكساء من الأمثلة دون الإخلال بالدقة العلمية